اشتركوا في القناة الشهير في بلدنا المغرب سنبدأ بشرح مميزاته وخصائصه وبعدها سنوضح ثمنه في بلدنا المغرب حاليا فعلى بركة الله فإن كنت تريد السرعة والأمان فإن سكوتر بايسن هو الخيار المناسب لك سوف يفاجئك بتصميم الموديل ومميزاته فهيكله متوفر بخمسة ألوان وهذا الهيكل مصنوع من سبائك الألومنيوم بالإضافة إلى ذلك فإن منطقة مسند القدمين التي نقف عليها حينما نركب سكوتر الكهربائي فهي مبطنة بالمطاط الصلب مع شعار إيكو إكسترام على عكس سكوتر الكهربائي الأخرى التي نجد منطقة مسند القدمين عبارة عن حديد أو ألومنيوم إلى آخرها فإن هذه المنطقة في هذا السكوتر عبارة عن مطاط صلب لكي تضيف القليل من الراحة لعملية الركوب أو الوقوف على السكوتر الكهربائي ومن حيث الأداء فإن هذا السكوتر الكهربائي إيكو إكسترام 800 واط فهو متوازن للغاية لأنه بالداخل يجتمع على محرك بقوة 800 واط وبطارية 840 فولت و13 أمبير التي هي بطبيعة الحال موجودة أسفل مسند القدمين كما جميع السكوترات الكهربائية في الغالب ويعتبر الجمع بين هذين المكونين استثنائيا بحيث سيكون لديك ما يكفي من القوة والسرعة في نفس الوقت يمكنك أيضا اختيار السرعة التي تريدها نظرا لأن هذا السكوتر الكهربائي يحتوي على نسقين من السرعة جوج ديالليمود الخاصة بالسرعة ولدالي القلق بشأن الأداء فكل ما عليك فعله هو شحن السكوتر الكهربائي بالكامل الأمر الذي يستغرق تقريبا ما بين 4 إلى 5 ساعات للحصول على بطارية تدوم لساعات وتكون قادرة على السفر لمسافة تصل إلى 40 كيلو متر بطبيعة الحال 40 كيلو متر حسب ما تقوله الشركة المصنعة لهذا السكوتر الكهربائي وهي شركة إسبانية اسمها بطبيعة الحال أيكو إكسترام وهذا السكوتر الكهربائي لديه إطارات أو أجلات مصنوعة من المطاد الصلب بقياس 10 بوصات وهذه الإطارات عبارة عن إطارات توبليس مقاومة للثقوب ومحمية أيضا بوقيات طين لتجنب رشات ورذات المياه حينما نقول وقياس 10 أي قاربو بالفرنسية أو الدرجة المغربية ويمتاز هذا السكوتر الكهربائي بالنظام تعليق مزدوج أي موضة الصدمات أو كما نقول لامورتيسور لكي تتمكن من الاستمتاع بهذا السكوتر الكهربائي على التدارس المختلطة كالطريق العادي أو إذا كانت هناك حفر في الطريق إلى آخره فلن تحس بها كثيرا على غير السكوتر الكهربائي العادية مثل شاومي أو ناين بوت بالإضافة للتصميم الجمالي تم تشهيد السكوتر الكهربائي بأحدى التقنيات في هذا القطاع حيث يستميل على شاشة LCD صغيرة مع مؤشرات البطارية ومسافة المقطوعة وكذلك السرعة ويوجد على المقبض الأيصر الزرار الثلاثة التي تستخدم لتشغيل أضواء وتحديد السرعة أي نسق السرعة وتهيئة السكوتر ومن الأشياء الجاديرة بالملاحظة للغاية وهي شرائط الليد الموجودة على جانبي مسند القدمين وإضاءة ليد الأمامية المزدوجة أي لمبتين من إضاءة ليد في الأمام فهي مثالة لإضاءة رحلاتك الليلية وفي نفس الوقت زيادة سلامتك بحيث تكون مرئيا في جميع الأوقات سيتم تشغيل وإطفاء جميع الأضواء الموجودة على السكوتر الكهربائي الخاص بك إيكو إكسترام في نفس الوقت أي حينما تضغط على زر الإضاءة فإن جميع الأضواء يتم إضاءة رحلاتك كما أنها تجتمع على مكونات أساسية أخرى مثل الكلاكسون أو البوق والعاكسات الأمامية عاكسات الطوع ومكابح وكذلك مسند للتثبيت سكوتر الكهربائي حين الوقوف أو بيكي كما نقول بالدرجة المغربية وكذلك مضاد صدمات في الأمام وفي الخلف كي يحميك حينما تركب في منطقة يوجد فيها الكثير من الحفر من ناحية أخرى فإن نظام الطي أي البلياج الخاص بالسكوتر الكهربائي فهو أفضل بحيث يحتوي على قفل سريع وسهل فبهذه الطريقة يمكنك تخزين السكوتر الكهربائي في أي روك من أركان المنزل ونقلها إلى كل مكان على الرغم من أن هذه السكوتر الكهربائي ليس خفيف جداً بسبب ماتانته إلا أنه سيمنحك قوة واستقلالية منتازة وقابل كل شيء الاستقرار والأمان حين ركوب هذا السكوتر وهو يحتوي على مفتاح إشعال مزدوج والأسلاك الموجودة في الهيكل محمية بالقماش لتوفر حماية أفضل للأسلاك الكهربائية فباختصار يحتفظ هذا السكوتر الكهربائي إيكو إكسترام بيزون 800 وات على مكونات عالية الجودة توفر الأمان اللازم لتتمكن من التنقل فهو سيصبح حليفك الأكبر في حياتك اليومية ويتكيف من الاحتياجات الخاصة بك وبالنسبة لخصائص هذا السكوتر الكهربائي فإن السرعة القصوى الخاصة به محدودة في 25 كم في الساعة لكن إذا ما تمت عملية التهكير أو الفلاش أو الضيب غضاج فإنها قد تصل إلى 45 أو 49 على الأكثر هذا السكوتر الكهربائي وزنه 27 كيلوغرام ويمكنه تحمل وزن أقصى فوق السكوتر الكهربائي قدره 120 كيلوغرام القوانتي أو الضمان الخاص به لسنتين وهذا السكوتر الكهربائي قد يتحمل القليل من زخات المياه لا ينصح الركوب في المياه بطبيعة الحال لكنه قد يتحمل القليل من الزخات المطرية وبالنسبة لثمن هذا السكوتر الكهربائي كما تشاهدون في الصورة فإنه يختلف حسب المتجر وهو يتروح ما بين 5500 درام إلى 5900 إلى 6000 درام حسب المتجر وحسب التخفيضات والعروض المتوفرة في السوق بطبيعة الحال توجد نسخ ذا الثمن مضخفة جداً مثل 3500 إلى آخرها لكن لا ينصح بها لأنها ليست أصلية من الدولة الإسبانية بطبيعة الحالة قد تجدها نسخ صينية أما النسخ الأصلية فإن الثمنها يتروح ما بين 5500 إلى الأكثر إذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الناس والأصدقاء المتمين بالسكوتر الكهربائي والمركبات الكهربائية بصفة عامة لا تنسوا ترك التعليقات فيها أسئلتكم وكذلك اقتراحاتكم للفيديوهات القادمة شكراً لكم على تتبعكم والسلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله وإلى الفيديو القادم إن شاء الله شكراً لكم